اشتركوا في القناة صفتكم عابدين حالكم عابدين لغير الله وهذا النهي ابلغ من النهي الاول لان النهي الاول كان فقط يتحدث عن ان يمايز ويفارق العبادة اما الان فهو يمايز ويفارق صفة فانتم لكثرة عبادتكم لغير الله فاشربتموها فصرتم عبادا لغير الله فلا يطمع فيكم ابدا ان تعودوا لعبادة الله يعني صار انسان عابد وليس فقط عباد مرة امرة لان العبادة فعل تتجدد لكن عابد كما تقولها السيد كريم ما معنى كريم غلبت عليه صفة الكرم فهذا اصبح عابد ولذلك لا يمكن ابدا ان نتصور في من تغلغلت فيه العبادة ان يتحول الى عبادة اخرى ولذلك من فقه الدعوة دائما ان تبدأ مناش مناش شكون الذين تبدأ بدعوتهم شكون هما الذين لم زيد ينخرطوا في مشروع من اخمص اقدامهم الى رؤوسهم ليكون عاج جديد ليكون تري لم تسبق الى عقله فكرة ثم زيد احبها ثم اعتقدها ثم صار يضحي من اجلها المشرك تقدر تقول له انت تخرج على العبادة اقتلك ولذلك لما لم يفلحوا في افشال منهاج عبادة النبي بالحجة قاتلوا قتلوا اصحابه هجروهم فزهقت الانفس وسفكت الدماء فالقضية ليست سهلة اصبح عابد لمن لمن للتواغيت فعباد التواغيت لا يتصور فيهم انهم يتحولون بسهولة الى عبادة الله فالذي يتحول بسهولة الى عبادة الله هو ذلك الانسان الذي لازل على الفطرة هذه وحدة اقول لانسان بدأ فقط بدأ يلامس بعض الافكار الغريبة فهنالك من ادركه بسرعة ولهذا السبب والمقصد كان المولى يرسل الرسل في كل وقت يقول عبدوا الله ما لكم من اله غيره كل ما بدأ انحراف البشرية يبدأ صغيرا ثم يزداد فاذا وصل الى الذروة بحيث لا يتصور فيهم ان يعودوا ولا تؤثر فيهم دعوة هؤلاء يبعثوا الله رسلا يذكروهم بقضية العبادة الحقيقية فيردوهم فيرجع من يرجع ويصر على ان يذهب الى طول الخط اكثر هؤلاء ولا انتم عابدون ما اعبد اذا فا غير يتصور امكان ان يتحولوا من عبادتهم للطاغوت الى عبادة الله عابد ولا انتم عابدون ثانيا ان الامر يتكرر معناه ان شاء الله سبحانه وتعالى انه للتوكيد هذا امر مؤكد لا يمكن ان تتصور انه يتزحز عنه بسهولة الثالثة انهم ايضا لا يرجع ان يتغيروا في المستقبل سيظلوا على ذلك لان الامر قد تغلغل فيهم ولا انتم عابدون ما اعبد وتكلمت على ما اعبد مشي من اعبد في اللقاء الماضي قلت ما اعبد اي صفات الله تعالى الثلاثة الخالق زيد والذي يزيد الخالق والمعطي الذي يمدك بنعمة الامداد ثم الارشاد دائما هذه التلاثة الذي خلق الذي اعطى كل خلق فهدى اذا الخلق والعطاء ليستمر الخلق والهداية دائما الاجاد والامداد والارشاد ما وهو الذي يستحق فعلا العبادة هو الذي خلق يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فهل هناك خالق غير الله سبحانه عز وجل اذا ليس هناك وتبقى هذه الفكرة وهذا التحدي قائم الى يوم القيامة فليس هناك لحد الان من قام وقال اني خلقت شيئا وسيبقى هذا التحدي الى يوم يقوم الناس لرب العالمين فلو ان هناك استطاع ان يزعم انه خلق مع الله خلقا فليقوم وليعطي على ذلك الدليل حتى يستخلق العبادة لانه لا يعبد الا من خلق كيف قال سيدة ربي سبحانه عز وجل على ذلك الذي جاء مؤمن اهل ياسير ما لي لا اعبد الذي فطرني مسألة واسمي مسألة فطرية الذي خلق هو الذي وعبد اذا قلنا ما اعبد ومشي من اعبد هو الخالق صفاته ثم بعد ذلك الذي امدك بجميع اسباب الاستمرار امدك امدك ثم الذي هداك سبحانه عز وجل بالفطرة وبالعقل وبالانبياء وبكل شيء كل شيء انواع ان شاء الله الارشاد الذي احاطك الله به من كل جانبك ثم قال لكم دينكم وليدي المفاصلة المفاصلة التامة لكم دينكم وليدي لكم انتم شكنتما لكم شكن لكم شكنهم المشركين على اختلاف افكارهم ومناهجهم وعباداتهم وعباداتهم فهم كثيرون صحب الضلال صحب الضلال غي واحد ولا بزال الله ولي الذين آمن يخرجهم زيد من الظلمات النور غي واحد إلى النور والذين آمنوا زيد والذين كفروا أوليهم طغوط يخرجونهم منه النور غي واحد إلى ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض لكن هذهב�ظلومات متعى الشرك ملتهم واحدة قال عليه الصلاة والسلام ملة الكفر واحدة أخلعنا ملة الكفر واحدة والله تعالى يقول فيهم في مواجهة للأمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم زين عن دينكم القضية قضية الدين القضية شو هؤلاء شو بعض المسلمين يريدون أن يخادعوا أنفسهم فلا يريدون النطق بالحقيقة القرآن واضح يقول لك إن هذه المعركة التي تشن على الأمة هي معركة عقدية مهما حاولوا أن يظهروها في صورة أنها اقتصادية أنها سياسية هي دينية لأنهم لا يستطيعوا عياذا بالله أن يطغوا في البلاد ويكونوا أربابا للناس من دون الله إلا إذا حاربوا الدين الذي يحارب فكرتهم ففكرتهم عبادة غير الله تناقض الفكرة ديال عبادة الله لم ينكرش أمر لا يمكن أن يلتقي فيه البشر إما عباد لله فيعبدون الله بدين الله وإما عباد لغير الله يعبدون الله بمنهاج غير منهاج الله أولي ذكرتهم بك تشوفوا الآن هذه الهجمة أنت عمن أنت عحوار قبل بهذا الشيء أنت عحوار حضارات حوار حضارات ماذا تريدون منا نحن إذا أردتم الحوار المسألة بسيطة آمنا بموسى آمنا بعيسى وآمنتم أنتم كذلك فآمنوا بمحمد لأن أنبياءكم أو صوكم أن تؤمنوا بالنبي فمن الذي يمنعكم الآن من أن تؤمنوا بالنبي والأنبياء كلهم إخوان أبناء أمها تشد ولكن إخوان لعلات فعلة الأنبياء هي واسمه توحيدوا الله أرسلوا للخلق لتوحيد الله ولعبادة الله لكم دينكم ولي دين لا يزالون يقاتلكم حتى يردكم عن دينكم مسائل ثابتة العبادة واحدة ثابتة لا تتغير مع تغير الزمان لا عنصف حلول لا حوار في هذا الأمر الحوار فاش فاش الحوار فيما ينفع البشرية فيما ينفع البشرية مصالح للبشرية تجتمع عليها نصرة المظلوم نجتمع عليها ننصر المظلوم قاع البشر نجتمع على نصرة المظلوم غافة للحفان تقديم يد المساعدة لليتيم للأرملة للبشر الذي يحرقون بالجوائح والعدوان هذي قام بتفكر عليها مسلم وماشي مسلم الدفاع المشترك على القيم المشتركة بين الإنسان من التفقين كابلي احنا حاول إديها على حرمة الزنا اللوات هذه مكهتة مشكل لكن عياذا بالله أن نتحاور حول كيفية ذوبان علاقتنا مع الله وترك ديننا بدعوة السلام بدعوة الحوار هذا أمر جاءت من أجله صورة تسمى الكافرون لكم دينكم أنتم جميعا مجموعة عندكم دين واحد ولي أنا وأمتي ومن يتبعني دين فالقضية قضية اسمه مقارعة دينان دينين فقط دين الحق ودين الباطل بهذا الوضوح لكم دينكم وليدي وإذا لم تريدوا فعلا أن تعتنقوا ديننا ونحن نعلم أنكم ستظلون مصرين على محاربة ديننا حتى نتخلى عنه فنحن سنثبت على ذلك سنثبت على ذلك زيد ونوقن أن ديننا هو المنتصر زيد ولو ظللت أنا وحدي على هذا الدين والعالم كله يريد أن يرغمني أن أتخلى عنه أتخلى عنه ولو كنت وحدي ولو كنت وليدي ولو ظللت على الأرض أنا بمفردي بمفردي وأنتم كلكم على دين الباطل وتجهدون أنفسكم من أجل أن أتململ وأن أتزحزح قيد أنمون عن ديني فلن تحلموا بذلك أبدا يقاسوا قناطوا لن تروا مني أبدا ولن تنتظروا أن أتزحزح عن دين وخاب واحد السمع المسلمين قضية الدين خطقوا بوحدك في قبيلتك وحدك في عائلتك وحدك في مدينتك وحدك في الحبز وحدك في السماء وحدك في اللر وكل شيء الناس على الدين دي الباطل كان عليك أن تثبت عليه حتى تلقى ربك ولو لم تر ما وعدك الله في ظرفك في زمانك في مكانك نصرة يجريها الله على يدك فهناك عند الله أنت منصور 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 إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا والذين أعملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد إما أن ينصركم في الحياة الدنيا فتروا باكورة وثمرة جهادكم وصبركم على دينكم واستماتتكم في التمسك بدينكم وترون إن شاء الله ثمرة ذلك وبكورة ذلك وإما إن شاء الله تعالى أن يقع لكم ما وقع لي يحيى عليه السلام ويقع لما وقع لي أهل الأخدود أصحاب الأخدود قتلوا جميعا لا ينبغي لساني أن يسعى في إرضاء أهل الكفر هذا قلب مريضة هذا قضية العقيدة تحاول أن ترضي الكفر يميل قلبك لترضي الكفرة في كفرهم لا يجوز هذا قضية الدين هذه لا يجوز لكم دينكم ولي دين الآن إن شاء الله الخلاصات بإذن الله تعالى لأن كثرت عليكم في هذا الشيء وربما رأكم ما استوعبتوش ولا ما تحسيش فالقضية الجوارية ودعتكم إن شاء الله الخلاصة ودعتكم في شكل نقض إن شاء الله تعالى نتعاونوا نتعصورة الكافرون إن شاء الله أنا بديوا بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى حول قضية العبادة العبادة بإذن الله نزلت إن شاء الله تعالى لكي تفرق بين العبادتين وبين الدينين عبادة الله زيد وعبادة زيد غير الله شوف عبادة الله زيد وعبادة زيد غير الله عبادة الله هل تلتقي عبادة الله مع عبادة غير الله تلتقي ولا تلتقي نعود السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى الخصائص أنت عبادة الله وإنت عبادة غير الله تعالى لا إله الله نتكلم إن شاء الله عن المسألة الأولى اللي جات في هذه الصورة بإذن الله تبارك وتعالى فالعبادة العبادة هناك عبادة حقة واحدة هي عبادة الله وهناك عبادة أخرى اسمه عبادة غير الله عبادة الله يعبد الله وعبادة غير الله النقطة الثانية من لم يعبد الله زيد يعبد غير الله عقلوا على القائد من لم يعبد الله يعبد ولا ما يعبد كايش واحد اللي يقولوا هذا ملحد ما عنده عبادة يعبد ولا ما يعبد كل شيء يعبد من لم يعبد الله الصورة كتأكد على أنه يعبد غير الله يعبد الهواك يعبد النفس يعبد طاغوت يعبد شجرة بقرة يعبد شيطان يعبد الحجر إذا في الصورة كتقول لك من لم يعبد الله عبد غير الله الثالثة إن شاء الله تعرف الخصائص أن قضية عبادة الله هي رسالة الأنبياء جميعا فالأنبياء كلهم حينما أرسلوا أرسلوا لهدف واحد وهو أن يقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غير وهذه المسألة مسألة ثابتة لا تتغير وهو الرابعة أن النبي فيها زيد مهمته هو أن يبلغ هي قضية ليست قضية إن بيصلاح إن بيش حاورت عن نبي إن بي فيها واسمه واسطة يبلغكم إن شاء الله كيف تعبدون الله ولذلك قضية تحاوره في مسألة جيد هو لا دخل له فيها كل مهمته في هذا الأمر وهو أن يبلغ ويبين هذه إن شاء الله تعالى مقتلولة حول العبادة وخصائصها الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى مرجعية العبادتين مش تعرفوا اللي بيختلفين في كل شيء مرجعية العبادتين العبادة الله مرجعيتها شكول يعني كيف نعبد الله مرجعيتها شكول شكول مرجعيتها يا الله المرجعية إلهية الذي أمرك أن تعبده هو الذي علمك كيف تعبدها فأنت لا تتعبد الله تعالى وفقها واك ولكن تعبد الله تعالى بالطريقة التي شرع إذن فأنت في العبادة مطلوب منك أن تعبده هو ومطلوب منك أن تعبده بالكيفية التي شرعها هو هو ما عندك ما الدخل وإلا غادي تكون دين البدع وأخها تقول أنا وتقدر تزيد من عندك إلا أما مرجعية عبادة غير الله المرجعية دي لها شكول شكول مرجعية شكول مرجعية واسمه غير مرجعية الله قول اللي بغيت اللي هاوة من يه تقول مثلا من يه تقول مثلا المرجعية الكونية ما معنى المرجعية الكونية ما معنى المرجعية الكونية التي يريدونها أن تسمو على مرجعية الوحي والحرب الآن قائمة في الدول الإسلامية على المرجعيتين هذا المرجعية اللي قسمها المرجع الكوني مرجعية باشارية المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هم الذين أرادوا تطويع العالم ليخدم مصالحهم فانشأوا ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة وجعلوا هناك ما يسمى بالأقطاب الخمسة اللي قلنهم الدائم العضوية والذين يتميزون عن باقي العالم بحق الفيتو واحد يلد الفيتو هكذا وما يقتلوا المسلمين ويلعبوا إلينا الأضوار إذن هي مرجعية باشارية مرجعية بشرية ديال الهواء ثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى في المرجعية غاية المرجعية غايةها غاية هذه العبادة إذن المرجعية هي كونية وهنا بشرية الآن غاية ديال العبادة تعصي الدربة إخلاص لله تعبد الله زيد تريد بذلك وجعل لا تريد شيئا لا تريد لذاتك أن ترتفع كما يريد غير المؤمنين بمرجعية الإسلام وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتيا لله رب العالمي لا شريك له وبذلك أمر الغاية ديال العبادة ديال غير المسلمين الكفار لكم دينكم ما هي غايتهم من هذه العبادة واسمويا إرضاء غير الله شكون يرضي وشكون يرضي وشكون يرضي والأهل التي يعبدونها الهوى الشهوى النفس النساء تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الديناء تعيس عبد الهوى تعيس عبد طاغوتية طاغوتية ومن يكفر بالله ولا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله والاخرى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت والأخر يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت كي يزغش إذن هذا إنما يعبد الطواغيط عياذا بالله لإرضاء الطواغيط الآلهة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى منهاج عبادة الله واسمه هو المنهاج دي العبادة صدربي إذن قلنا الغاية هنا واسمه الغاية فيها هنا المرجعية هي الوحي هنا المرجعية كونية الغاية إن شاء الله هنا وجه الله وهنا إرضاء الطواغيط التي تعبده من دون الله الآن المنهاج المنهاج إنتحنا واسمه هو المنهاج اسمه المنهاج جاء كيفية العبادة أيضا المنهاج جاء العبادة هي الكتاب والسنة الطريقة الآن طريقة تعالعبادة الكيفية تعالعبادة لا دخل لنا فيها منزده من نقصه العبادة التوقيفية العبادة الأصل فيها الاتباع وليس الابتداء وهنا العبادة المنهاج جاء العبادة تعالى ما اسمه أو اسمه وضع يبتدع يجلوا اللي يبغى سترون ما لم تكونوا تتوقعون هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة إن شاء الله تمارك وتعالى الدين إذن تكلمنا على الخصائص تعالى العبادة ثم المرجعية والغاية والمنهاج الآن إن شاء الله تمارك وتعالى الدين عدنا دين واحد وليس دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا زاد كانشي وضحك هكذا كانشي وضحك هكذا كان دينه محا هو دينه الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين واسم هو الدين إن الدين عند الله الإسلام الإسلام والإسلام كان على أهد موسى إسلام كان على أهد عيسى إسلام كان على سيدنا نوع إسلام كان على سيدنا آدم إسلام لكن الإسلام الذي يتحدث عن القرآن هو الإسلام في نسخته الأخيرة التي اختتم الله بها الرسالات أنت عن نبي صلى الله عليه وسلم لأن كل العنبياء قالوا من أحياه الله من اليهود أو النصارى إلى زمن بعثة النبي الخاتم زياد فلا يقبل منه دين إلا أن يتبع آخر النبيين ولو عشنا نحن لاتبعنا محمدا وإذا خذ الله مثاق النبيين لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون قالوا أقر قال أقررتم وأخذتم على ذلك وإسرين قالوا أقررنا أقرر الله النبيين أنه في حالة ما إذا أحياهم حتى بعث النبي أنه وجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد فأقررهم على ذلك قالوا أقررنا قرار منهم لا رجعة فيه قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين ياشهدوا والله معكم شاهد بعد قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه أحمد هذه وش حالة هذه إن شاء الله قضية الدين هناك دين واحد إن شاء الله تبارك وتعالى وهناك دين هو اللي دين الحق وكل ما عداه هو دين باطل الرابعة النتائج إن شاء الله أسموه النتائج اللي قالت لنا صورة الكافرون اللي تحدث لنا على هذه النقاط كاملين أسموه النتائج النتائج اللي أولى أسموه قلوا لالتقاء بين العبادتين زيد مرجعية وغاية ومنهاجا زيد لالتقاء الخلاف جوهري في العصلي وفي الهدف وفي المنهاجي مع النتائج اللي تحدث لنا لالتقاء إذن في نصف الطريق ثانيا وجب على أتباع الدين الحق والممارسين للعبادة الحق مفاصلة غير المسلمين في أمر الدين والعبادة التي لا دخل لهم فيها لأنها من الثوابت التي لا تتغير ولا تخضع للحوار ولا تخضع للأخذ والرد وإنما يؤخذ ويرد في مجال يتعلق بالمصالح والمفاسد أما العبادات والدين اللي هو الاعتقاد والعبادة هذه أمور ثابتة لا تتغير لأنها من جنس الإخبار يخبرك الله فقط مشينا تعالى الاجتهاد والعبادة والاعتقاد ما يريد أن نجي من قوم اجتهاد ونحن في لا إله الله نقوله ولا نجتهاد ونحن في العبادة في الصلاة ولا ولا في الذكر ولا في التوكل ولا في المحبة ولا لا هاتوقي فيها أي شرطار النقطة الثالثة كتقول الصورة إذن احذر أيها المسلم أن تنزل إلى مفاوضتهم حول هذه المسائل الثابتة فإنك إن فاوضتهم في هذا واسمه فقد عصيت ربك لكم دينكم واليدي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم واليدي آه يا ربي 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 بقينا نقطة إن شاء الله نكملوا بها واسموه يا إذن وكيف نتعامل معهم ونحن نفاصلهم عندما تقاطع معهم كلهم غدي يجي القرآن يفسرنا إن شاء الله إنه غدي يبقى ونتبعد تفسير إن شاء الله تعالى صورة بصورة غدي تبين تفصيل تحذه الصورة لكن أستعجل وأقول لكم هل معنى ما قلناه من خلال ما تترقت إليه صورة الكافرون أن الأمة مأمورة من قبل خالقها أن تقاطع جميع الخلق وش تقاطعهم أو ما تقاطعهم إذن هذا المقاطع أنت عشي مقاطعة ومفاصلة دي عشي دي العقيدة زيد والعباد في مجال الاعتقاد لا إله إلا الله ما كاش عيسى بن الله ما كاش عزير بن الله لا إله إلا الله هذي مقاطع ومفاصلة زيد وفاش قضية العباد العباد أننا نعبدو الله وأنتم بتعبدو غير الله إذن هذا معنى أننا نقاطع في كل شي ونقاطع في كل شي نقوله هنيشا لا نقاطع في كل شي ألاش؟ لأن الله اسمه قال لكم دينكم وليدي الله هو الذي سيحكم بيننا يوم القيامة فيما كنا نختلف ها؟ كما لكم دينكم وليدي إذن كيف نتعامل معهم؟ نحن نقاطعهم في مجال العبادة والعقيدة ياك نقاطعهم وهذا الموضوع ثابت لا يخضع للتغير إذن لا يتفاوض حوله إذن لا يلتقى على مائدة للتفاوض حول الاعتقاد وحول العبادة وحول هذا الدين إذن هذا معناه أننا نتقاطع حول كل ما يصلح الناس ويهم الناس إذن لابد من أن نتواصل مع الناس كفار وهي الكفار ولهذا قد نفسان إن شاء الله تعالى نقول لكم كيف قسم القرآن الناس كتسم هذه الخريطة القرآنية للبشر الخريطة القرآنية ديال البشر كيف يجد فالناس والبشر إن شاء الله سبحانك وتعالى بسرعة كي المسلمين زيد وغير المسلمين المسلمين زيد والكافرين فاش غدين نتلقى والمسلمين مع هالكافرين فاش نتلقى إن شاء الله تعالى فاش غدين نتلقى إن شاء الله نتلقى في التجار نتلقى في المعاملات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرين وأنثى واجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرارك وإن الله يتقاكم إذن كي نتعارف إن شاء الله تعالى بين الأمم بإذن الله ودراسة أفكارها وعاداتها ومزيان لكن إن شاء الله تعالى كيفاش قسم القرآن هناك مسلمون وكافرون هناك مسلمون وكافرون داخل بلاد المسلمين وهناك مسلمون وكافرون خارج بلاد المسلمين كي نهونا ما كي ناش عندنا المسلمين هنا وعندنا الكافرين وبالرواه اسمه كين كين دول كافرة وعندها مسلمين وهنا احنا كنسمي وروحنا دول مسلمين نو عدنا كافرين. يحنا يا المسلمين وهاض الكافرين اللي معانا. وش حار كينا منه هو؟ زوج. منه علوه هو اسمه هو. اليهود والنصار اللي معانا وغير. واسمه. ما اسمه. نسميهم غاربة. ما معنى مغاربة. ما معنى مغاربة. بكري كيفاش كان نسميهم؟ عنا واحد المغاربات نصارة لامغاربة. ياك. كنسميهم لكن كان نسميهم. الذميين ما معنا الذميين أي في ذمة الله ورسوله أي مواطنين لهم نفس الحقوق ولهم نفس الواجبة لا يعتدأ عليهم له نفس الحقوق وله نفس ورسول ما معنا لهم ذمة الله ورسوله أي عندهم كامل حقوق الواجبات لأنتعى في المواطنة الكاملة اسمه Urban Islam في دستور المدينة هذا عنده واسمه عنده المواطنة الكاملة بحقوقها الكاملة. نحتار منه واسمه. الدين دياله وتكون عنده الكنيسة رغير مسلمين اللي عنده ماشي. رغير مسلمين كي كانوا يفتحوا شي بلادي يخليوا النصارة في ديرهم. عمر بخطب اللي يفتح فلسطين رها الحمد لله قل له غي صلي في كنيسة القيانة ما بغاش يصلي قل له ملاش. قل له ملخاف غي نصلي كت ياخذوا هاد ناس لنا ويديوها للنصارة. قل له نصله عمر ويديوهم الشي. ما بغاش. ما بغاش. يعني هذو المواطنين. الثاني اللي هما ماشي مسلمين وماشي ذميين ودهو معاقل في البلاد. شكون هما? شكون هما? هما المستعمنين اللي داخلين بالفيزا وداخلين للمغرب فيزا لمدة قصيرة. اما جوا يقراوا اما جوا يتاجروا اما جوا. وعطينا لهم كارت سيجور. اطلنا لهم اسمه? الاقامة. والاقامة مؤقتة. هذو اسمه المستعمنون. اي دخلوا في امان دولة الاسلام. هم ايضا لا يظلمون ولا يعتاد عليهم. والفرق ما بالذم والمستعمن. ما اسمه هو? اقولوا. الفرق ما بالذم والمستعمن. ان الذم زيد. مواطنة. والحقوق الدحى. دائمة ولا اخر. مؤقتة. فلا حسب. الزمان والمدة التي يقيموا فيها. انا ما كاين دول مسلمة. هذك دول مسلمة. انا احنا معهم مزيان. اذاك شخلينه. او لا لا. انا عندش اي خورا. اذاك معركة دول الاسلامية مع اسلامية. ما نهضرش عليها. نهضر الان. الخورين شرط تبارك وتعالى. الخورين. غير المسلمين اللي هما الكافرين. عندنا وش حانوا. عندنا المحاربين زيد. والمسالمين. المحاربين زيد. والمسالمين. المحاربين زوجين تعالى الانواع. اللي رحنا الان. نحاربهم ويحاربونا. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فضر بيننا. الثاني اللي كي قتلونا. اه? كي اسم ما اسمه? اه? اصحاب الهدنة. المهادين. المعاهد. يعني العادة وكاينة. لكن مؤقتا زيد. اه? تعاهدوا على هدنة مؤقتة. المسلمين يدير العادة واسمه. يوفي اليهم عهدهم. لا يغدر. يوفي. ما لم يغدروا. فاذا غدروا. انتفت الالتفاقين. ويبقى والاخرين شكون هما? شكون اللي يبقى? غير المسلمين اللي مسالمين. وهذه واسمه نديره معهم? نبروهم. شوف اللي يسر. نبروهم ونقصطوا إليه. قال تعالى في سورة الممتحنة. مهروف. اه? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصطوه إليهم إن الله يحب المسلم. البر. دفهم الخير لكي تظهر سورة الإسلام. ها? انه ما قتلكش? مسالم. تعامل معاهم. ها? ما ما تأذلوا دينه. ما يأذلك دينك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدل بغير. حتى الاليان تحول باطلة ما تسبهاش. خليهم. نمتلع ليك هو أنك تعامل معهم زيانه وتبلغهم الدين. ها? تبلغهم. بلغهم باش بحسن المعاملة. ها? أما الخريك يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الدين اللي جت به سورة الكافرون. لكم دينكم. ما بغوش لكم دينكم. ما بغوش لكم دينكم. ما بغوش لكم دين دياني. يبدو لهم. قاتلوكم في الدين. في الدين. واخرجوكم من دياركم. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم منكم زيان. فأولئك هم الظالمون. إذن كان لابد بنشير في التالي لهذا المسائل. المعاملة تلقى على هامش سورة الكافرون لكم دينكم وليا دين. ولكن الخريطة القرآنية للبشر. كل واحد تعمل معه. كما أراد الله. على حساب واسوب. على حساب. وضعه في علاقته مع ديننا وعبادتنا. فهمت له واش ولا غالي نهدر. واش رفها ماشي. آه والناشي. المرة جاي لحيانا ربان نبدأ إن شاء الله بي سورة. شكون مورها. الكوثر.